رمال أمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو وزارة الخارجية نظير حصولها على شهادة تميز التقني ضمن الخمسة الأوائل الحائزين على أكثر الأصوات في فئة أمن المعلومات وبناء الثقة في استخدام تقنية المعلومات في جائزة الأمم المتحدة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تشرف عليها الأمم المتحدة واضح وكيل الوزارة للشؤون الفنية دكتور عساملو جيت أن الحصول على مثل هذه الجائزة يأتي تأكيدا على نجاح الخطط والتوجهات الطموحة لحكومة المملكة في تطوير جميع الخدمات بما يتوافق مع رؤية عشرين ثلاثين والتحول الرقمي للمملكة وضاف الوغيت أن هذه الجائزة تؤكد المكان الرفيع التي وصلت إليها المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات نظرا للدعم لا محدود من القيادة والطموحات الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة جاهدة لتحقيقها وأشار إلى أنه على مدى الأعوام السابقة شهد الدور السعودي على مستوى قطاع الاتصالات العالمي تناميا ملحوظا وعززت من خلاله المملكة مكانتها الرائدة في هذا المجال وأكد الوغيت أن المملكة أصبحت شريكا استراتيجيا ومحوريا في جهود منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات ترجمة نانسي قنقر